بعد أربع سنوات من فراقه لأسرته بسبب حرب الحوثيين فكر معتز الذي يعمل سائق دراجة نارية في محافظة الضالع زيارة أسرته في محافظة تعز لكنه احتر في كيفية الوصول إليها وما هي أقرب الطرق من دون المخاطر فميليشيا الحوثي قطعت الطريق الواصلة إلى تعز عبر محافظة إب في مديرية قعطبة منذ سنوات ما نشقدر نروح مع البطع، البطع طريق بعيد كان هو الخطوط الفاخر قريب الآن الخطوط مغلقة بعيدة علينا من المسافرين حوالي لانا أربع سنوات فعطبة الحركة ضعيفة بالشغال بين ألغام وحواجز ترابية باتت الطرقات موسدة أمام المسافرين وصار الموت فيها أقرب إلى الحياة في الطريق الرابط بين منطقة مريس ومديرية دمت بمحافظة الضالع وهي طريق دولي يربط بين صنعاء وعداً ومثلها طريق قاطبة إب ليعيش السكان في الضالع حياة شتات وفراق عن أهالهم في مناطق أخرى والأقسى منه عذاباً ووجعاً التنقل بين الطرقات البديلة الوعرة والبعيدة وتجرع أعباء السفر الأمر الذي جعل جمع البعض بأقاربهم حلماً صعاب المنال فضلاً عن ارتفاع أجور النقل التجارية وانعكاسها على المواطنين الآن قطع الطرقات حق صنعها عدن هو سبب معاناً للمسافرين كبيرة وهذا نطالب النظامات بفتحها ونطالب الأمم المتحدة بالضغط على منيشيات بحوتي بفتح الطرقات مسافة الوصول من قعطبة إلى قعطبة صارت قرابة عشرين ساعة يقطعها المسافر يمر فيها بعدد من المحافظات لتستمر معاناة السكان مع استمرار تعنت الحوثيين بإغلاق كل المنافذ أمام الأهالي غير آبهة بمواجعهم وعذاباتهم اليومية بقدر مدى تحقيقها مكاسب على الأرض فهل سيستمر الصلف الحوثي أم ستنتصر العدالة والإنسانية؟ اشتركوا في القناة